إحنا يعني دايما بنتكلم لكن في مواقف كده وحكاوي لازم نعرفها كلنا طب غير الشيخة فرحان خليني أحكي لك قصة الحجة فردوس فرحات أه الحجة فردوس دي سيدة من النوبة أسر نوبية جميلة من أب وأم وابن الأب بيتوفى فالأم بتربي ابنها الوحيد على الوطنية وعلى الكفاح وبتصر أن هي تدخله كلية الطيران الحربي وأنه هو يشترك في حرب أكتوبر ويدخل الحرب ويستشد في الحرب شهيد طيار صبح الشيخ ده واحد من أهم الطيارين اللي شاركوا في حرب أكتوبر وبيعتبر قصته مع أمه سجل دهبي لازم نحكيه لأطفالنا وشبابنا لأي حد بيسأل على دور الأسرة المصرية خصوصا أن دي أسر نوبية بعيدة عن الحرب وبعيدة عن سينة ولكن إحساسهم الدفين أن هم لازم يشاركوا في الحرب وأن هي أم حتى لو لابن وحيد لازم تزقه أن هو ياخد بطار بلده أن هو يحارب واستشد يعني شوفي الأم اللي دايماً بيتبقى هي حتى ابنها في حضنها وما يبعدش عنها وما ينزلش يحارب أن هي تخسره لابن الوحيد لكن ده برضو دور الست ده أنا أقول لك الحاجة كمان أن هم لما جنب عطولها بيبلغوها بخبر استشاد ابنها ما بيكتش بالعكس تقول لهم أنتم ما تبكوش لأن ده بطل وشهيد وأنا فرحانة أنه قدى دوره وأنه استشهد في سبيل بلده لدرجة أن القائد الأعلى لقوات المسلحة في الوقت ده ضرب لها تعظيم سلام احتراماً للستها وتمجيداً للدور الوطني الكبير اللي هي لعبته أيه فعلاً زمان كان لما يجيوا لها الخبر كان فيه ناس كتير ولها زغرتي يعني أنت ابنك شهيد فكان بدل ما بيقابلوا الخبر بالبكاء والعياط لا كانوا بيزغراتوا لأن أعظم من كده إيه ممكن الواحد يشوف أن يدخل الجنة يعني الجنة على طول ده شهيد بس هو وجع قلب الأم انتمائي بقى البلدي ووطني بيفوق هذا الوجع دي العظمة المصرية دي عظمة الأمة المصرية